هو لغفور رحيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دون فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وردوه عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قطى أجلا وأجل سمن عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات رحيم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لهم ما جاءهم فسنف يأتيهم آنبار ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبلهم مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرقاص فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أجزل عليه ملك ولو أنهزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يوضرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا بسنا عليهم ما يلبسون ولقد استمزئ برسل من قبلك فحاطر الذين سحروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكدبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعن لكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما زكل في الهيل والنهار وهما السميع العليم قل لغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون النمج المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي على هم يوم عظيم من يصرف علم يرعيذ فقد رحم وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هم وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القائم فوق عماده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إليه هذا القرآن لمنذركم به ومن بلغ أإنكم متشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون الذين أعتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبلاءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفرح الظالمون ويوم نكشر جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا بشركين انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفتروا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجادلون كيقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطير مولين وهم ينهم عنه وينأدعن وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو ترى إذا وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يرثون من قبل ولو ربوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حيلة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذا وقفوا على ربهم قالا ليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فالأروا العذاب بما كنتم تكفرون قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على برورهم ألا سامى يزرون وما الحياة قرية إلا لعب ولم ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ورودوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبع عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أوصل لبن في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن نزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابتهم في الأرض ولا طائر يطير بجلاحيه إلا هو من أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبطن فضلما من يشأ إلا هو يضلل ومن يشأ يجعله على صراق مستقيم قل أريتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم ساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل أيام تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء وإلى علمهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس ما تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وفتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم لنتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا الطوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يصنعون قل لا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم الغير ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستر العمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنها بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء وأن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا كان أكا الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من أعمل منكم سوءا بجهالة ثم تام من بعده وأصلح فأنه بخور رقيم وكذلك نفصل الأعيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على غينة بالربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لمضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتع الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حقة في كلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثوا فيه للغضاء أجل مسمى ثم إليه مرجعهم ثم ينبركم بما كنتم تعملون وهو القانو فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحق وهو أسرع الحاسبين قل بني ينجيكم من قرمات الضر والبحر تدعونه فنروعه وخفية لإن أنجعنا من هذه للكنا من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو نطادر على أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وإنذيق بعضكم بأس بعض منذ كيف نصرف الآيات لعنهم يفطرون وكذب به قولك وهو الحق لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقره وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقومون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوموا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تبعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وللذين اتخذوا دينهم لعبه ولهوه وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسب ليس لها منه لله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعدام أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله فلا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدان الله فالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدتنا قل إن هدى الله هو الهدى وامرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة والتقون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول لكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام آلهة إني أرأك وطرمك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم أملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحكب الآفرين فلما رأى القبر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لإن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ماذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشرقون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أهل من المشركين وحاجه قوله قال أتحاجوني في الله وظهدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم يلزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحط بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك له الأمر وهو مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم هو أبنانهم إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونرحن هدينا من قرن ومن ذريته داون وسليمان وأيما يوسف وموسى وهارون وكذلك نجس المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويمسى ومطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وعليناهم إلى صراط مستقيم ذلك أهدى الله أهدي به من يشاء من عباده ولو أشركون حبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنوة فإذا كفروا بها هؤلاء فقر وكلنا بها قوما ليسوا بها مكافرين أولئك الذين هدى الله فبهناهم قتله كلها أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به مسامرا مهدا للناس تجعلونهم فراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم لهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك صدق الذي بين يديه لتنذرهم الكرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخوة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افتروا على الله كذبا أو قال أوهي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال ومن قال سنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة ما ستوا أينيهم أخرجوا أنفسكم أليهم تجسون عذابا لهم بما كنتم تكورون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتوقتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين سعنتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا توفقون فالق الإصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهددوا بها من ظلمات البر والمه ورفصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرون ومستودع فرفصلنا الآيات لقوم يفقرون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خطرا نخرج منه حبا متواكبا ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات من أعناب والسيدون والأمان اشتبها وغيرا متشابه انظروا إلى سبنه إذا أسمر وينعه إن في ذلكم الآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا لهم بلين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون فليعوا السماوات والأرض أن لكم لهم ولد ولم تكن لهم صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأمصار وهو يدرك الأمصار وهو النطيف الخبير قل جاءكم مصائر من ربكم فمن أمصرف لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درستا لنبينه نظام يعلمون اتبع ما أرحي إليك بالربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولم شاء الله ما أشرقوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ذرا بغير عين كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون قل إنما الآيات عند الله وما يشعلكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفلتهم وأرصالهم كما لم يؤمنوا به أغن مرته ونذرهم في تغيانهم يعملون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فكلمهم الفوتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليبنوا إلا أن يشاء الله ولكن أثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي نعلم عن شياطين الإنس والجن ليوحي بعضهم إلى بعض سفر فالقول غرورا ولم شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفلت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضهم وليقترهم ما هم مقتركون أفغير الله أفتغيحك من وهو الذي أنزل إليكم الكتاب والصلاة والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحفر فلا تبونن من الممتلين وتمت كلمة منك صدقا وعدلا ألا مبدلا لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض للنرك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخوصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمتدين فكلوا مما ذكر رسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلعتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وتروضى هو الإذم وباطنة إن الذين يكسبون الإذم سيجزون بما كانوا نقترفون ولا تأكلوا مما لكم ذكر رسم الله عليه وإنه نفسه وإن الشياطين ليرحون إلى أوليائهم ليجادنوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها كذلك سجن للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا فيكم قرية أكافر وجنميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لهم من حتى أنت مثلما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل مسارته سيصيب الذين أجرموا صغاروا عند الله وعذاكم شريد مما كانوا ينكرون فمن يريد الله أن يهديه يشوح صدوه من الإسلام ومن يريد أن ظله يجعل صدوه ضيقا حرجه كأنما يصعر في السماء كذلك يجعل ضاهر وجسى على الذين لا يؤمنون وهذا صغات ربك مستقيمة فلفي الصلاة الآية لكم ينذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون ويوم يحفرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ربنا استمتع بعضنا ببعض مبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قال النار وثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم ويعذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنقصنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنقصهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهمها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني والرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من فضلية قوم آخرين إنما توعدون لآتق وما أنتم معجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليعجوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحوث حجر لا يطعمها إلا من مشاء بزعمهم وأنعام حرم طهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي سيجزيهم مما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة خالصة لذكورنا ومحرم على أزوادنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رسقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مبتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نقله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حبولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أسواج من الضأل اثنين ومن المعد اثنين قل آذك لين حرما من الأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البطل اثنين قل آذكرين حرما من الأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثين أم كنتم شهداء إذ رصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دبا مسكوحا أو لحم خنزين فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ذبورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا نصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم مجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم من ربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا شيئا وبالوالدين إحسانا لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الخواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقصق لا نكلف نفسا إلا مسعبا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعد الله يوفوا ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتخرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعواه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم مينة من ربكم أغدا ورحمة فمن أظلم إن من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزى أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم مما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم